السلام عليكم جميعا معاكم سامير خضير ارجو ان يكونوا الصوت واضحة الان يا ترى ياريت تكتبوا لي في الشات اذا كان الصوت واضحة ولا لا ان شاء الله في في عندنا جزء بتاع انا مش خاير الاسكريم بتاعتي الان ارجو ان انتوا يكون سمعين صوتي ويكون شايفين الاسكريم بتاعتي في عندنا جزء الول الكيو ان اي ده هنحط فيه الاسئلة بتاعتنا وانا حاول اكيب اخر عشر دقائق ان شاء الله اللي جاب على الاسئلة ونقدر نفتح كمان المايكروفول لو حد عاوز يتناقش معايا وعنده اي اي شيء بخصوص المحاضرة اليوم انا هكون ان شاء الله اركز معاكم على ايه اهم الاعمدة المهمة والمطلوبة والادوار المطلوبة في المؤسسة عشان تعمل ايه اهم التحديات الي بتقابلك ان شاء الله اه عشان اه تتجنبها وتقدر تعمل ايمبيل مش ناجح انا الحقيقة انا أنا مهندس حاسبات لكل حياتي في الـ Enterprise Asset Management Implementation بدأت الأول كـ Technical Engineer بعمل Implementation للـ Asset Management لإني أنا أصلاً Oracle Certified بعمل Installation, Double Shooting, Draper Defaultment وبعدين بعد كده تخصصت كـ Functional consultant في الـ Enterprise Asset Management وليه الحمدلله حوالي 18 سنة كثير من الـ Implementation للـ Asset Management Systems الـ Implementation اللي أنا هتكلم عليه اليوم هيكون تقريباً معظمه Using Maximo اللي هو IBM Product Maximo's IBM Product في الـ Asset Management هو الحقيقة أقدم سيستم في الـ Asset Management موجود IBM هو كان بتاع شركة اسمها MRO وـ IBM عملتله Acquisition تقريباً في 2005 لما عندنا بنكلم على الـ Asset Management هو بطبيعته بيقابل صعوبات في الـ Implementation لأسباب كثيرة أنا بحاول إيه هو الأول إسم MMS هو إسم MMS ده كان الاسم المشهور اللي هو الـ Computerized Asset Management الحقيقة بعض الناس أو الاسم الحديث بقى Enterprise Asset Management الاسم الحديث الأكثر شيوعاً الآن Enterprise Asset Management الـ Computerized Asset Management لما عملوه كان لصعوبة التواصل ما بين الأقسام اللي بتعمل الـ Implementation للـ Asset Management الأول عندنا الفكرة عندنا Asset بيكون الـ Industries اللي فيها Asset Heavy يعني Equipment Heavy Investment في الـ Asset زي الـ Oil and Gas وزي الـ Manufacturing سواء كان حديد أو الصلب أو مثلاً الكهرباء قطاع القهرباء أو قطاع الطاقة وما يخصه كل الـ Asset اللي بتتميز إنها Critical بمعنى إحنا محتاجين إنها يكون Availability High Available وعشان تحقق الـ Productivity المطلوبة والـ Equipment عشان تفضل Available موجودة محتاجة إن انت تعملها الصيانات المستحقة في وقتها عشان تقدر تكيب الـ Equipment ديت Up and Running وتحقق خطة الانتاج المتوقعة من هذه الأسد ومن ثم تم وكان وانت بتعمل الصيانات بتقابلك صعوبات وهي توفير الموارد الموارد دي متمثلة في إيه؟ متمثلة في قطعة الغيار الـ Spare Part المطلوبة عشان تعمل الصيانة أحد أهم التحديات لأي حد بيعمل الـ Implementation لـ Asset Management هو قطعة الغيار الـ Spare Part ولذلك احتاجنا إلى الـ Inventory Management أنا لو أنا نقلت على الـ Slide التالية ده أهم أبليكيشنز موجودة في Maximo وأنا بقولي الكلام اليوم وإن كان على Maximo ولكن هو ينطبق على أي سيستم موجود أنت تعمل له Implementation عندنا أهم حاجة الـ Work Order Management ده اللي هو بنسميه يعني أمر الشغل أمر العمل المطلوب للمعدة وده الباتبون بتاع السيستم وإنت بتعمل الأول تخطيط لأمر الشغل بتحتاج تعرف الـ Resources المطلوبة الـ Resources دي متمثلة في قطعة الغيار اللي هي الـ Spare Part أو إذا كنت هتعمل hiring subcontractor عشان يعمل الشغل المطلوب فده بنسميه Services أو ممكن وأيضا بتحتاج في التخطيط تعرف الـ Work Breakdown اللي هو الـ Job Plan لو أنت تلاحظ معايا لو أنت تلاحظ معايا حضرتك هتلاقي فيه عندنا جزء الـ Planning والScheduling هنا بنعرف فيه الـ Job Plans المطلوبة الـ Job Plan اللي هي عبارة عن الـ Tasks أو الـ Work Breakdown المطلوب عشان نحقق أمر الشغل اللي تم إنشاؤه قبل أي شيء أما بنبدأ الـ Implementation كمان بنحتاج نعرف الـ Asset List الـ Asset List اللي هي الـ Equipments يعني اللي موجودة فوحنا بنحدد الـ Equipments بيبقى مطلوب مننا نـ Build Equipments Hierarchy يعني علاقة الأول بنحدد الـ Boundaries أو حدود الـ Equipments اللي أنا within my scope بالمعنى إيه؟ إذا كنت أنا في ونضرب مثال أنا في صناعة الحديد والصلب عندي مصنعة للحديد والصلب لازم أعرف الـ Scope of Work بتاعي أو الـ Scope of Implementation إيه حدوده؟ يعني العملية عملية التصنيع بتبدأ من إلى في Process Flow ففي عشان أعضر أحدد الـ Equipments within my scope الـ Equipments دي بنعمل لها عملية تصنيف أو Classification ونعطي كود لكل ونحدد العلاقة ما بين الـ Equipments وبعضها البعض بنحدد العلاقة دي بمعنى إيه؟ إن إحنا نعمل إن حاجة بنبلد حاجة اسمها الـ Hierarchy لأن الـ Hierarchy دي مهمة جدا الـ Hierarchy بمعنى الأول بنحدد الـ Locations الـ Area ونسمى الـ Equipments الموجودة within كل Area وبنحدد المين Equipments والـ Sub-Equipments ممكن تسميها المين Assembly والـ Sub-Assembly المين من Asset والـ Sub-Assemblies بتاعتها ونعمل الأكواد فده بنحطه في الـ Asset في الـ Asset Masters الحقيقة المفروض كمان أنا إن شاء الله هتكلم على الـ Process بتاع الـ Implementation بتاع CMMS ولكن دي من الخطوة المهمة جدا إن أنت تحدد الـ Asset اللي أنت المطلوب تعمل عليها الشغل لما تحدد الـ Asset المفروض تعمل عليها Asset Criticality Study ليه بنعمل Asset Criticality بنعمل Asset Criticality عشان نحدد الـ Equipment اللي لو حصل لها Failures ممكن تؤدي إلى توقف الإنتاج أو الـ Asset اللي لو حصل لها Failure تؤدي إلى Safety Incident أو الـ Equipment اللي ممكن لو حصل لها Failure تؤدي إلى أثر ضار على البيئة Environmental Impact أي كان بنعطي Ranking للـ Asset بنعطيها أرقام عشان نقدر نصلنا في الـ Equipment إلى مثلا أربع أصناف High Critical Equipment Critical Equipment Medium Critical وLow Critical عشان نفوكس على الـ Equipment اللي هي High Critical أو Critical بنفوكس عليها عشان نقدر نعمل لها لو حضراتكم في CMRB نقدر نعمل لها حاجة اسمها Failure Mood Effect Analysis Failure Analysis عشان نقدر نحدد الـ Functions المطلوبة ومنحدد ممكن المتوقعة وكيف نتجنب هذه ومن ثم نخرج بمجموعة من الـ Actions مجموعة الـ Actions ممكن تكون Preventive Maintenance أو ممكن تكون Condition Monitoring أو ممكن تكون نوع من الـ Redesign whatever is الحقيقة فلذلك بداية دائما الـ Project هو دائما تحديد الـ Assets وتحديد مخططات الصيانة أو الـ Maintenance Strategy الخاصة بالـ Assets وبنعمل الـ Output بتاع الفيمية هو الـ Input بتاع SMMS Systems بيبقى في عندنا Work Order Module ده اللي بيبقى إن شاء الله لما يبقى فيه Preventive Maintenance عندنا موجودة ممكن تجنريت Work Orders اللي هي ممكن أن تكون Time Based أو Meter Based ويبقى فيه Work Order الـ Work Order التحديات اللي أنا قلت عليها أن احنا بنعمل المطلوبة للـ Work Order أي الـ Resources المطلوبة للـ Work Order اللي هي الـ Spear Part واللي هي ممكن يكون Subcontractor ممكن يكون Tools المطلوبة أو Labor يعني العمالة المطلوبة والتخصصات المطلوبة عشان أحقق أمر الشغل اللي طالع طبعا ما ننساش أن احنا عاوزين نعمل الـ Work in a Safe manner فممكن يكون فيه Safety Work Permit مطلوب إذا كان فيه Hazards نحدد ونسمى نشوف Precautions ونشوف Safety Plan قبل ما نبدأ العمل عشان نتجنب لقدر الله أي Safety Incident ده كل ده بيتم في Work Order Management على المقابل الجزء بتاع Inventory Management متخصص في قطع غيار ودي أهم تحدي موجود لأي مهندس صيانة بيقوم بعملية الصيانة أنا الحقيقة أنا هشوف أولا يطر أنا لو كان فيه أسئلة أرجو أن أنتم تضطوها إن شاء الله في الشات عشان نقدر إن شاء الله نخلي وقت في الآخر خالص نجاوب فيه على الأسئلة ولو كان فيه حاجة مش واضحة يريد تقولولي عليها الحقيقة اللي بيكون في Inventory بيتم تعريف Spare Part لأن وأنا بعمل Study بتاع Asset Management لازم أعرف Spare Part اللي بالتأكيد هنهتم ب The Equipment Critical لأن إذا كانت The Equipment Critical هيكون The Spare Part الخاص بهذه The Equipment هي كمان Critical فهنقدر نعمل تصنيف في Inventory Management The Critical Spare ونقدر نتحدد من هم الموردين الممكنين المتوقعين لهذه The Spare Part من المعلومات المهمة أن أنت تتعرف على المورد يا طرح هو المورد Local ولا أنت محتاج تستورد من خارج قطعة الغيار لأن لو فيه استراد من الخارج هنتوقع حاجة اسمها Lead Time اللي هو الوقت المتطلب من حين أنت تضع B.O إلى أن The Spare Part تصفر إلى يعني باب المصنع أو المكان اللي أنت موجود فيه Time The Day Number of Days أو العدد الأيام اللي أنا نقدر نحقق فيه أن قطعة الغيار أنت عملت Pitches Requisition أمر شئر وتعامل مع فريق المشتريات عندك بالتواصل مع الموردين حصل على Quotations حصل على يعني عروض أسعار وبعدين عملت عملية اللي هو اللي هو اللي هو عروض أسعار عملت عملية الترسية أو أن أنت تعمل عملية فحص فني اللي هو التقييم الفني والمالي ومنسمى الترسية على مورد معين وبعدين نعمل البي ويكون طبعا فيه اتفاق على وبعدين نوصل إذا كان عندك جمارك مستحقة إذا كان يعني جاي من الخارج أو إذا كان محلي فده عنصر مهم جدا بيأثر على الشخص اللي قام بتخطيط الصيانة لأن لو أنا عندي أمر الشغل أو المعدة محتاجة قطعة غيار أو فيه فلير متوقعة وأنا ما عنديش قطعة الغيار متوفرة بالتأكيد مهندس الصيانة مش يعرف يعني يعني هيعاني إنه هو يكيب الإكويبمنت عشان يحقق خطة الإنتاج الموجودة أو ممكن يأثر على الإكويبمنت فانكشناليتي لما يكون عندك وحتاجنا القطعة تغيار أكيد هنحتاج بريكيورمنت مانجمينت ولذلك السيستم دائما بيكون عنده بريكيورمنت موديول وأيضا فيه الكونتراك مانجمينت ده خاص بالسب contractors أنت في الغالب الآن في الكبيرة أو المتخصصة ما بيكونش عندنا الاصطف أو الإمكانيات إن إحنا نعملها فبنعمل hiring السب contractors إن يعمل العمل ده فده بنسميه contract management أحيانا بيكون حاجة long term يعني مثلا يكون لمنتدة لعدة سنوات مثلا بيورد عمالة يعني هو بيكون بتوريد عمالة متخصصة طبقا لمواصفة معينة بrate معين أو مثلا إن إحنا بيأجر لنا tools زي مثلا ممكن يكون سيارات أو وغيره فده بنسميه contract بيتم إدارته في contract management حديثا طبعا في معظم الناس بيبحثوا عن mobility أو mobile applications عشان يقدر يأكسس السيستم من خلال mobile وده طبعا برضو معظم السيستم الحديثة موجود فيها mobile application ده مين طبعا هنا في planning وال scheduling بيكون في الموديل بتاع preventive maintenance إن شاء الله والcondition منو تريم إن شاء الله ده السلايد رئيسية بتتحدث عن المقونات الرئيسية ل CMMS أنا وكنت تقول لي إيه التحديات أنا هتكلم عن process زي implement إن شاء الله يعني sequence بمشي إزاي أنا هنقل على اللي بعدها في غالبا طبعا ده ممكن system implementation بغض نظر هو maximum أو whatever الأول بنحدد assets وlocation الحقيقة اللي بيقوم بالimplementation معاك مفروض يعطيك template وأنا بفضل إنه أنت أول شيء تحدد تعمل core team يعني عندك في المؤسسة حقك عندك يكون تعمل core team اللي semi-missimplementation الكور team ده بيبقى cross-functional يعني نجيب ناس من الصيانة وناس من التشغيل وناس من reliability إذا كان موجودين reliability team ناس بيسمي brief-int maintenance team أو طفر هنسمي إيه فالorganization مهمة جدا الحقيقة الorganization عندكم بتؤثر على النجاح أو عدم النجاح لقدر الله لإن إحنا عوزين نعمل engagement يعني نعمل أن الناس تكون عندها قناعة بأهمية ال-CMMS قبل ما نبدأ محتاجين leadership عشان تعمل implementation نجاحة بنحتاج leadership بمعنى أن الأشخاص القائمين أو الممثلين للمؤسسة يكون عندهم يكون عندهم يعني نوع من leadership عشان يعني يعني يبقوا مقنعين للأشخاص اللي معاهم فاهمين إيه الأهداف الرئيسية عاملين أهداف المؤسسة عموما وبعدين نعمل breakdown للأهداف للأبجيكتفز بتاعتنا الخاصة بالassets ونكتب ونعمل maintenance strategy بنكون core team الكور team ده بيبقى cross functional يعني الصيانة تكون ممثلة فيه اللي هو بتاع الصيانة التيم بتاع التخطيط ال-planning ال-operation إذا كان في حد من safety أيضا لو كان في حد من material management يكون موجود كل دول كل ما يكون هذا التيم متنوع وكمان financial persons مفروض يكونوا ممثلين لأن مفروض يكون فيه عندك financial controller موجود لأن في الآخر top management عاوز يعرف ويعمل profit أو loss يعني عاوزين نعمل في الآخر نقول إيه إيه الأثر اللي حصل على المؤسسة عمل نقل من موضع A إلى موضع B بال implementation بتاع SMMS هنقدر نعمل الكلام ده إزاي نعمل quantification يعني نquantify الvalue اللي اضافت لنا بعد ما نكون القور team اللي أنا قلت عليه المتنوع بنبدأ نعمل إذا كان لسه بنحدد نعمل حاجة اسمها assessment لكم نقول يعني إيه يطار المؤسسة فين إنت الأول البيلانت بتاعك ده جديد ولا قديم إذا كان البيلانت جديد بيبقى له وضع أو إذا كان البيلانت قديم بنسأل يطار فيه system موجود ولا لا طيب لو كان فيه system موجود يطار system ده يعني مدى نضغجه ومدى data المتوفرة فيه عشان الموضوع ده بيأثر على نجاح الimplementation مفروض يتعمل كمان تدريب مبدئي قبل ما نعمل أي حاجة على system بنسميه out of the box training لحظة جالي من الدعم الفني بيقول لي ان الـ screen مش يعني مش شايفينها كويس انا بحاول اقبر الـ screen اهو شوية بسم الله طيب بس عشان انا بعمل حيان ما بعمل الـ screen انا هكبر الـ screen من هنا وانا ومن غير ما اعمل وضع presentation بس لا مش هينفع برضه طيب هنعمل وضع presentation احسر اوكي طيب بعد ما عملنا الـ core team بمفروض الحقيقة تاخد يعني يفضل تاخده training على system out of the box من غير اي تعديل ولا اي حاجة عشان تعرف الـ standard function وتتعرف عليه لان احيانا بيكون احنا في مختلفين المجموعة الموجودة عندك في بعض الناس ممكن تكون شافت system قبل كده وفي ناس ما شافيتش systems قبل كده يفضل ان المجموعة دي كلها مع بعض قبل ما نبدأ implementation تاخد حاجة اسمها out of the box training يعني تاخد السيستم زي ما هو بدون اي تعديل وبعدين يكون في عندك templates نبدأ نعمل حاجة اسمها data gathering data gathering اللي هنحدد فيها بقى equipment بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه هيبقى بحيث نناسب system نحدد locations او area اللي موجود فيها equipment انا قلت الاول بنحدد boundary يعني حدود بتاعتنا المطلوق حدود الاختصاص لو انت مثلا لو تصورنا انت في محطة كهرباء انتج يعني محطة قهرباء لانتاج كهرباء يبقى انت لازم تعرف حدود المحطة ايه المدخلات ايه المخرجات ايه equipment اللي وزن الاسكوب بتاعك وبنقسمها الاريات ويفضل دايما لو كان فيه process نتبع الprocess flow الموجود ونحدد equipment نعطي equipment كل equipment code بنعمل codification بشكل المتفق عليه طبقا ليه المناسب لكم ونسمى نعمل حاجة اسمها criticality analysis criticality analysis فيه مفروض يكون فيه template تساعدك على الجزء ده انا عارف ان الجزء ده دايما بيبقى موضع سؤال هنحاول نطبق هنا مبدأ 2080 اللي هو ايه من 15 ل20% من equipment تكون critical لا يزيد عن هذا اللي هو بريته بيقول ان 20% دائما يعني هو كان بيقول 20% من البشر يتحكموا في الصروة بتاع الناس ففي نفس الكلام احنا 20% من equipment ممكن ان تسبب 80% من المشاكل فبالتأكيد لو قدرنا نتحكم في 20% من equipment او نتعرف على مشاكلها او نتوقع مشاكلها قبل ان نبدأ ثم ونحدد ايه الاحتياجات بتاعة critical equipment بالتأكيد هنقدر نتلافى تقريبا 80% من المشاكل السائدة في الموقع عندك فالcriticality analysis ما نتجهلهاش الحقيقة بندخل على الفيمية اللي هي failure mode effect analysis form ونعمل هي بيتسموها لازم تعرف function بتاعة equipment ولما نشوف يعني نعرف يعني ايه function يعني لازم نكتب كده يعني ايه function المطلوبة مثلا انا بتكلم في build conveyor ايه build conveyor ده عبارة بيعمل transfer of material from position x الى y بمعدل محدد لو المعدل ده اقل يبقى اذا انت الـ function فيها مشكلة او اذا كان حصل قطع للbuild يبقى حصل function failure فممكن يحصل partial failure او complete failure فلازم نحدد function وايه failure modes الموجودة وازاي نقدر نتجنبها نتجنبها وازاي الاول نdetect failure احنا عاوزين نقدر we have some tools للcritical equipment ان احنا نdetect failure early فمعناه ان احنا هنقدر نتوقع نتجنب ان يحدوث الفيلير او نتجنب consequences of failure لاني ممكن احيانا لما الفيلير يتعدى الوقت بتاعه يعني مثلا افتراضنا ان فيه عندك bearing فيها مشكلة وانت اتأخرت فاخيه ده هتخش في shaft الشافت نفسه يحصل له مشكلة فبدل ما كنت هتبقى فيه change للbearing ايبقى فيه bearing وفيه shaft machining الoutput بتاع الفيلير mode effect او الفيميا هي هتكون الinput بتاع maximum احنا عندنا هيكون ايه المطلوب ال spare part ده من احد الoutput المهمة جدا للموضوع اللي فوق ده والmenterance strategy اللي انت بتحدد اذا كان عندك ايه الحاجات اللي هتعمل عليها preventive maintenance اللي هو الصيانات الوقائية هل هي time based ولا meter based برضو بتحدد الانواع اللي هيكون محتاجة condition monitoring اذا كان عندك امكانية تعمل condition monitoring زي اللي هي vibration analysis او lubrication analysis او طفر انت التكنيكس طبقا ليه يعني انت اكثر واحد عندك دراية بالاكويمينت وايه التكنيكس اللي ممكن نكتشف بها الاعطال مبكرا الحقيقة برضو لابد ان احنا بنعمل الديزاين يكون عندنا maintenance KPIs بمعنى نحدد key performance indicators او قياس معدلات الاداء زي مثلا overdue work orders او work order backlog او plan diversity actual شوية KPIs فيه standard KPIs موجودة وممكن انت تعمل KPIs خاصة بك انت الاوبود كمان عندنا maintenance procedures lubrication routine اذا كان عندك lubrication routine بمعنى انتو دايما بتعمل samples مثلا وتودي samples المعمل ويجي لها output بتعمله feeding system بناء على result بتاع samples بتاع المعمل ممكن تاخد actions لان lubrication من الحاجات المهمة او ممكن انت بتعمل عملية oil top طبقا لعدد الساعات هل هل محتاجين اي integration مع scada system او اي حاجة اي system عندك عشان نجيب running hours كل ده بتبقى من الاسئلة المطروحة من الحاجات المهمة ايضا ان احنا ممكن يكون عندنا inspection routine بمعنى يكون عندنا مجموعة متخصصة تكون بعملية inspection اللي هو والinspection ده نوعين الحقيقة يعني يفضل انحنا نقسم ه نوعين prevent اي حاجة primitive حاجة اولية زي بنستخدم فيها 4 sense اللي هو look feel untouch وفي الغالب اذا كان ده قبل الانديكيطور في total preventive maintenance الناس دائما بت involve الانديكيطور انه هو يقوم بالعملية اللي هو او الحاجة primitive inspection لين انا كاوبريتور هديك مثال انت عندك عربية وانت يعني استغار التسائق عشان يقوم بعملية يعني 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 يقود هزي السيارة المفروض التسائق ده يتدرب على بعض الامور اولا بيعرف يقر الداشبور يعني مثلا لو في حرارة يعرف ان في الانديكيطور بتاع الحرارة اللي عنده في الداشبور بتاع السيارة لو عنده المفروض يشيك على الووتر كل يوم ويشوف اللايتس يعني يفحص السيارة فحص مبدئي يفحص الكويتش قبل ما يركب يعرف الليفل بتاع الاطارات ويعرف عمر الاطار كام يكون عنده معلومات اولية بسيطة عن هذه السيارة فده بنسمي الابريتور لان افضل واحد يقوم بهذا النوع الانسبكشن هو الابريتور هي بتينفول الابريتور في الموضوع ده اما الابانس الانسبكشن اللي بتحتاج متخصصة زي الابريتشن اناليسيز او اللي هو الالترا سونيك ده بتحتاج بتعرف هيتشيك يعني بيبقى عارف الفيزيكس بهاين وكمان بيبقى عارف ويبقى المجر وايه الاجسيبتد لازم نحدد الاجسيبتد لكل مجر بوين لان في عندنا ابر لميت لور لميت لو الكراءة توزين اللميت وزين الابر لميت واللور لميت اما لو الكراءة وانت بيوند الاجسيبتد الميت انت محتاج يكون عندك اكشن عشان تريستور الاجسيبت وانت نورمال كونديشن طبعا بنحدد البروسيس في له من ادام للأوبوت كمان الاند يوزر رول بيست تريني اوكي انت لازم برضو قبل ما تجو لايف تاني تعمل بقى اند يوزر رول بيست تريني خلي بالك من الجملة دي احنا عاوز تريني متخصص التريني اللي تم في البداية لم يكن متخصص يعني انا انا ممكن اعرف كل شيء يعني بعرف شيء عن كل شيء اما لما يكون قبل خلاص بقى انا مهمتي اخد تدريب على انا مثلا اخد تريني على ال 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 بيقوم بعملية ال هنا بيبقى رول بيبقى بنسميه رول based training ما يبقاش يعني يعني training عام لازم تحفظ users وتعمله manual محدد ايه الخطوات المطلوبة منه عشان يحقق المطلوب الموضوع ده مهم قوي عشان ما نعمل شي system تبقى يعني يبقى system خاص بالمؤسسة بنعمل shifting from user dependent الى system dependent حتى لو حصل turn over احد مشاكل يعني الصيانات وادارة الصيانات هي turn over العالي يعني موجود اليوم x x مشي او محمد موجود الدنيا لو محمد مشي لاي ظرف وجيه احمد احنا شعرتين محمد كان بيعمل الشغل ازاي بيحصل هنا يعني things fall in between او يعني بنفقد يعني procedures عشان نتفادي هذا الامر لازم يكون عندنا فيه مانواز محددة وكمان انتو بتحتاجه ال end user support في الwork types انا ان شاء الله هسويتش بسرعة عشان الان الحق واريكم في وقت من الزمن حوالي 10 دقايق السيستيم شكله ايه احنا بنقسم دائما الwork types هنا في corrective maintenance CM اللي هي corrective maintenance السيانات بنسميها ممكن تسميها التصحية والpreventive maintenance اللي هي السيانات الدورية الpreventive maintenance ممكن تبقى calendar based time based يعني او calendar based وممكن تكون meter based هقول لكم يعني ايه بسرعة يعني مثلا عملية inspection كل اسبوع او كل شهر او عملية lubrication oil tubing كل شهر whatever فده بنسميه calendar based بغض النظر عن عدد الساعات اللي اشتغلتها المعدة نحيانا نقول لا احنا عاوزين meter based وفي الحالة مثلا زي انت بتعمل سيانة السيارة بتاعتك تبقى للكيلو meter اللي هو الكيلو meter او المطور مثلا تعمله سيانة او الكمبريسور كل تبقى للرنينج hours في الحالة دي هنحتاج نفيد المس system من مثلا السكادة system غالبا السكادة system بكابيتش running hours او الميتر ده فبنقدر نعمله feeding maximum او whatever is system اللي انت بتستخدمه ونعمل preventive maintenance طبقا للرنينج hours انت ده بيبقى اختيار انتو اللي بتختروه طبقا للأوبوت بتاع الفم في نوع تاني من السيانات ال condition based maintenance ده طبقا ل بنئيس parameter symptoms زي مثلا lubrication هنحدد lubricant مثلا انت روح تعمل تحليل والأوبوت مثلا المنيرال لو انت المنيرال قلتلي لها limit معين اعلى من ده معناني فيه عندي symptom فاحنا لازم ناخد action محدد الemergence work ده طبعا رغم من احنا كل بنعمل كل ده بنبقى موجود الemergence work واحنا عاوزين نcontrol الemergence work ولكن عشان ان شاء الله نعم ممكن يبقى فيه عليه RCA بعد كده عشان تتجنب الحدوث مرة اخرى وتشوف السبب الرئيسي وتإلماني السبب ده عشان ما يتقررش الاعتقال الemergence مرة اخرى همشي بسرعة طبعا انا الوقت عدى بسرعة هنا work of low life cycle هنا الحقيقة work order life cycle بتبدأ من انا ببدأ هنا رقم كريات work order ده ال input بتاع البروسيس وهنا output بتاع closing ال work order in between فيه شوية steps ال steps دول دائما بيختلفوا يزيدوا او يزيدوا او يعني يقلوا تبقى البروسيس عندكم ولكن الغالب بيكون دي ال steps الرئيسية عشان تحقق work order ناجح اللي هو create work order بتعمل creation work order وتعمل define للassets وتdescribe الفيلير ضروري اوي اوي المجموع ده الموضوع ده ان احنا ما يكونش عندنا duplication كمان يعني ما تعملش reporting the same problem twice احنا محتاجين حد هنا بنسميها جماعة gatekeeper gatekeeper بمعنى شخص يراجع work order اللي created بس من نوع انا بكلم عن collective maintenance بالمناسبة مش preventive يراجع work order عشان يميكشور ان description يعني will describe يعني توصيف صحيح ليه الفيلير والasset اللي هي محددة اللي اخترناها من asset master تكون مختارة صحيح ثم عملية التخطيط اللي هي resources بقى بيكلم عن task او work breakdown الcraft اللي هو العمالة spare part اذا كان فيه subcontractor اذا كان فيه safety plan اذا كان فيه وتعرف ال cost estimated cost في المرحلة دي بعدك ده تخش على approval اذا كان عندك approval وتشوف انتو يعني يعني ده بتحددها طبقا مين اللي هو الحق في approval المفروض السystem لما يكون عنده inventory management بيقدر يتشيك هل الماتيريال اللي تم تخطيطها واللي هي طبقا لل planner اللي حطها لو موجودة بيبقى approved لو مش موجود يحاول ال work order ال waiting material ثم بعد كده فيه الخطوة دي في الغالب الناس ما بتعملهاش اللي هي scheduling ولكنها خطوة غاية في الاهمية ان فيه يكون عندنا شخص يقوم بعملية يعمل عملية scheduling طبقا لاحتياجات المعدة و يعني بمعنى criticality of failure وتبقى ال production plan وتبقى وطرى هل resources موجودة ولا لا انت ممكن تقول انا عاوز subcontractor والsubcontractor مجاش فالراجل اللي هنا بيقوم بالدور ده بيقوم بعملية التنصيق ما بين اقصام متعددة اللي هم reliability team اللي عاوز يعمل الصيانة وال production team اللي عاوز يعني عشان اذا كان المعدة محتاجة لنا عمل لها shut down او whatever المaterial او ال inventory team يا ترى ال spare part متوفر ولا مش متوفر اذا كان فيه subcontractor وصل او لا يعني فيه safety induction تم او لا ثم بنعمل ممكن يكون فيه عملية assignment هنا بقى تخش في ال execution انا كمسؤول supervisor بقول ان احمد ومحمد ومصطفى هم اللي طالعين يعملوا الشغل ده ومن ثم نقوم بعملية التنفيذ ون report ال actual ال actual man hours وال actual material الحتة دي مهمة جدا لان هو ده اللي نقدر نحسب فيه يطر ايه ال actual verse bland اللي حصل هنا يعني مقارنة برقم اتنين برقم اتناشر وبعد ما نخلص ممكن يبقى فيه quality assurance ثم نعمل closing وبعض ال work وارداز ندخل فيه ال RCA عشان اذا كان failure حصل منه مشاكل ايه المشاكل دي ممكن يكون safety incident ممكن يكون production loss ممكن يكون environmental impact فلازم النوع ده من ال work order نعمل له يعني بنسميه ايه نعمل failure analysis why وازاي how can we eliminate failure ده ونشوف القزس ونعمل elimination له انا تقريبا سريعا يعني اتكلمت عن implementation procedures وايه العقابات انا عاوز اوريكم يعني example سريعا ده maximum اعتقد انتو شايفين ال screen ما زلتم شايفين ال screen يا رب يكون انتو ما زلتم اقول new share عشان اتطمن ان انتو اهو ده maximum ده login page بتاعت maximum زي ما انتو شايفين ان شاء الله انا هيعطي وقت برضو عشان برضو في الحقيقة في link هيبقى فريق الدعم هيعمله sharing لو انت عاوز تاخد certification of attendance ت apply عليه وهو ان شاء الله هيعمل لك certification of attendance طيب الفرقاص فعلا الزميل الآل اللي هو ده بنعمل الفرقاص اللي هو failure reporting analysis criticality analysis داح فعلا اللي هو الفرقاص فعلا منس خالد مشكور منس خالد طيب انا ان شاء الله هرجع للأسئلة سريعا ربنا سهل ناخد بعض الأسئلة ده maximum 7.6 ده اللي هو على اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر بتاعك لا البرجن الحديث دلوقتي web web based وانا ان شاء الله سريعا كده هقول لكم على link لماكسيمو لو انتم كده عملتوا ده maximum preview هتلاقي في حاجة اسمه maximum preview site 7.6 ده IPM يعني ده comment يا جماعة كلنا هنقدر ندخل عليه انا بعمل ايه بفتح google واختب maximum preview وهتلاقي link تدوس عليه زي ما انا فتحت كده هتنزل تحت شوية هتلاقي هنا link اهو maximum asset management لو عملت click عليه ايه username maximum والpassword maximum 1 انا هعمل click هنا maximum هيفتح لي هدخل IPM انت حضرتك دلوقتي عندك انترنت هتقدر تعمل الكلام ده ما تعملوش اعملو بعد المحاضرة ان شاء الله وانا ممكن بعد المحاضرة ابعت لكم link الuser name هو maximum بكتف الpassword maximum 1 هي already مسجلة عندي انا هعمل sign in ده demo بتاع IPM بتقدر تشوف ده start center طبعا ده مش هيبقى demo just demo مش هو ده يعني not the best لكن انا هدريك كمان ده ده IPM هتقدر تجرب في حاجات كتير جدا وتقدر تشوف في functions وان كان هو بيحتاج شوية guidance عشان تعرف تعمله هرجع تاني لل system اللي انا عمله ده يعني بتاعي انا مش بتاع احنا هنا ده مثلا دي بنسميها start center بيبقى غالبا بنعملك بتبقى design تبقى لليوزر rule يعني الplaner هيشوف start center مختلفة دي landing page يعني عن مثلا الراجل بتاع inventory management او الراجل بتاع safety او الشخص بتاع execution start center دي بيبقى فيها portlet وطبعا top management كمان بنحب نعمله KPI عشان يmonitor what's going on في الarea وتبقى لإحتياجات business needs بتاعنا هنا لو تلاحظ فيه اكتر من tab في tab مثلا kpi board key inspection team مثلا ممكن يكون في BO وكان purchasing and so on فبيبقى اكثر من tab مش كل الـ user زي يشوفوا نفس اللي قوت كلهم الـ user مختلفين بنبدأ من اين يا جماعة دايما بنبدأ بالassets هنا الassets اللي هي equipment يعني انت لو رحت على equipment كده هنا من go to داي البوتن دا هتلاقي كل الـ applications دي كل الـ applications طبعا انا عشان administrator فانا شايف كل حاجة لكن اهم حاجة انت هتشوف الassets هنا هنا بتشوف فيها الassets وحاجة اسمها locations مهم قوي هقول لكم دلوقتي هوريكم sample عليها وبرضو لو شفت work orders داي work order application هنا work order tracking طبعا ما ينساش اوديكم preventive maintenance اللي هو بنحدد فيه اذا كان time based او meter based ونقدر نعمل فيه حاجات كتير الplanning والscheduling احنا عندنا الplanning الاول فيه job plans job plans اللي هي دائما فيه ميز بيسموها template يعني job plan template يعني يعني بمعنى ايه انت قبل ما نبدأ يا جماعة يفضل نعمل database high quality من احد التحديات الquality ومن احد التحديات الرئيسية المaster data الasset list من المaster data الitem master ايه الitem master اللي هو spare part definition الحتة دي تحدي كبير جدا جدا في نجاح الimplementation ان انت تعمل يعني data with high quality no duplication يعني الitem description لازم يكون well defined well described ازاي نعمل الكلام ده دي من التحديات والحقيقة بتاخد وقت ودائما بيكون عندنا مسلس اللي هو quality والcost والtime لو نسمته المسلس ده دائما ازا كنت عاوز تضغط الtime هترفع الcost يبقى عاوز resources اكتر يبقى cost اكتر واذا كنت عاوز quality عالية يبقى هتحتاج resources اكتر وresources بquality اعلى فدائما المسلس بتاع quality والcost والtime بيبقى فيه يعني نصل لنقطة التوازن الحقيقة لابد وانت بتعمل implementation المسلس لازم يكون عندك الquality it's a question يعني لازم مش مهم ال data تكون كتير المهم يكون data صحيحة عشان هوا ده هايبني عليها كل شيء المسل data اللي هي الitem master و asset master و job plan templates اللي انت بتحطها في system عندك من ضمن الحاجات كمان فيه scheduler وده مش standard يعني ده اسمه addon يعني بتشتري الواحده ده زي Microsoft project كده احنا في تخطيط ال shutdowns وال turn around محتاجين نعمل ايه علاقات ما بين ال work orders طبقا لاحتياجات المنباور وال safety requirement فازاي هنعمل الكلام ده فلازم يكون عندنا فيه visualization يعني شكل مرئي لل work orders ممكن يمثل ال work order بال gant view لو انت حد له علاقة في Microsoft project وتعمل dependancy اللي هو ايه مثلا اللي هو finish to start او start to start اللي هو العلاقات ما بين ال work order وبعدها البعض الحتة دي مهمة جدا ولما تكون موجودة جمعا جوا السيستم بتبقى integrated بتساعد قوي التيم بتاع التخطيط وبتاع ال scheduling ان يطلع شغل قابل للتنفيذ وبيشوف التحديات بشكل visualized قدامه ما ننساش ان احنا في النهاية عاوزين نعمل system ليه ليه عاوزين نعمل system عشان اولا ال planer وهو موجود على مكتبه يقدر يشوف inventory متاح ولا غير متاح يعني في spare part يعني اولا ال spare part هو بيحدد يختار ال spare part يطر ال spare part دي موجودة stock في المخزن ولا مش موجودة يطر لو هي موجودة في المخزن هتكلفني كام لو مش موجودة الليل time بتاعها كام اسئلة لا حصرة لها يطر في بدائل طبعا لو كان في subcontractors يعني مين السubcontractors اللي عندي بيشتغلوا باي وضع كل ما نعمل system بيقدر يجاوب يعني يقلل uncertainty بيزود trust يعني بيزود الثقة ما بين الأقسام وبي remove barriers لأين بيخلي الأقسام بتقدر تتخاطب مع بعضها بشكل smooth وبيبقى في حاجة سمها transparency between departments طبعا أنا قلت ال inventory في هنا item master ده اللي بيتم فيه تعريف item master بمعنى spare part list ده الكاتالوج مش ال inventory ال inventory بيتم تعريفه ال stock بيتم تعريفه في ال inventory طيب هفتح ال assets عشان أوريكم بس حاجة فأنا بفتح ال assets دايما ببدأ بالlocations اللي ايه location يا جماعة عشان أنا عارف ان التعريف أحيانا بيختلف من 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 system ل system واساب بيسمي function location اللي هو location where يعني ده المكان اللي assets is installed فيه ده طبعا ده مثال لمصنع assignment لو انت حضرتك أنا دايما بحب أبدأ بحاجة اسمها drill down لانه هو في النهاية ايه شكل يعني الهيراريكي ازاي أنا هفتح drill down drill down هتوريك دلوقتي هتساعدني هتخليك تشوف locations والassets بشكل tree يعني شكل شجرة ادي السيطة بتاعنا في منه يعني دي مثلا crash area دي أول حاجة بتقابلنا وبعدين أنا هفتح بس كده line هو ده line one و line two لو تلاحظ ده line one وفي line two هما الاتنين زي بعض على فكرة في implementation هنا هنا في raw material handling دي input يعني بتاع الكسرات بيبقى اهو لو انت فتحت في مدام في plus sign بيبقى في sublocations يعني هنا لو تلاحظ هنا كل ما تلاقي فيه بالsub plus sign يعني انت تتليك عليه عشان تشوف sublocations والlocation كل location من دول مثلا ده crusher department هفتح crusher department هنبدأ نشوف لون مختلف اللون المختلف اللي هو البلو ده ده هو equipment installed في crusher في gearbox في clay abrum feeder limestone and so on دي عبارة عن equipment installed وكل equipment ممكن يكون تحتاجها بس لو اختلف الشكل تاني الايكون ده معناها انه دخلنا على اللي هو الspear part في bearing في supporting ruler في shaft في and so on في مثلا ايه تاني لو فتحت هنا كده هنقدر نشوف دي equipment وكل equipment من دول ممكن يكون تحتها هي كمان عبارة عن في تحتها bill of spare part الحقيقة هو ده الشكل النهائي اللي عاوزين نوصل له ولذلك الشكل ده بيعطينا سهولة في معرفة هيفيدنا في ايه انا فاضل خلاص عشر دقايق يعني خلاص كده المفروض يعني انتقل الى اللي جاء cost فاحنا بنعمل report بيجيب الاريات كلها يعني مثلا نفترض انحنا مقسمنا بتاعك لخمس اريات area 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 and so on فاطلعنا area b مثلا اعلى area في القصد تقول لي ايه اكتر equipment حصل لها failure اعمل breakdown واشوف اكتر equipment حصل لها failure وكلفتني لان حضرتك محتاج تعمل focus على equipment اللي بتكلفك يعني فلوس كتير او عندها اعطال متكررة فالعلاقات دية بتساعدني في ان انا اوصل للbreakdown بنسميه cost breakdown او cost roll up عكس يعني اما تنزل بي او تطلع لفوق انا كده ارجو ان انا اكون درت اوضح process of implementation ايه هو CMS ايه التحديات اللي بتقابلك ايه مميزات ال implementation ان شاء الله هبدأ على الاسئلة انا الحقيقة لو المهندس احمد من الدعم يقدر يفتح كمان ال speaker بالنسبالي ولكن ناخد سريعا عشان اه في زميل بيسأل انا هاخد من تحت الفوق مناسف يعني انا المفروض ااخد cue معلش انا طيب ناخد من اول خالص بسم الله الرحمن الرحيم الاسئلة امام طبعا اه هي المحاضرة مسجلة اه ولكن انا هسيب الموضوع ده لفريق الدعم اذا كان بالنسبة الباوربوينت الحقيقة انا هعمل الباوربوينت بس ان شاء الله نحاول نحط لكم ان شاء الله ماشا ايه ثاني كان بيقول الناس بتقول لي اتكبر الشاشة انا ام سوري يعني انا حد منبهني بس كان وقت ارجو ما كنش بعد وقت كبير طيب اه في حد بيقول اه اوكي موجودة هو جميل سؤال جميل جدا اعتقد من المهندس سعيد اعتقد هو الاسم مش كامل عندي اه اشوف كده اه مهندس سعيد محمد نعم اه صحيح سؤال مهم جدا الورك اوردر بريوريتي فعلا ولكن هجاوبك بشواند سعيد على حاجة جميلة قوي البيوريتي يفضل في موضوع البيوريتي فعلا نعمل البيوريوتريزيشن للورك بس وانا في الورك ووردر بريوريتي لازم اكون شايف الاسد كريتي 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 معايا اولا اول نقطة يبقى لازم اكون عارف الكريتي كريتي كريتي بتاع الاسد اللي هشتغل عليها لان الهي كريتي كريتي اكوبمين اكيد هتأثر على البيوريتي بتاع الورك ووردر طبعا النوع الفيلير وماده تأثيره انا بفضل هنا يا بشمان سعيد ان اسأل ثلاث اسئلة عند الكريتي بتاع الورك ووردر التلاث اسئلة كالتالي هم هل في مجرد اقول yes or no هل في environmental impact يعني في اي مثلا لو انت في اويل حصل جاز اميشن فطبعا ده environmental impact او او ده ده environmental impact فتقول yes لو اي حاجة من دول بي yes الورك ده very important بالنسبة لنا بغض النظر بقى حتى الéquilibrium critical او not critical طيب الpriorization يفضل كمان ما نزودش الpriority انا بفضل من واحد يعني نقول ايه اربعة يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة او حتى خمسة وكون documented ومعروفين عشان كل اتحدد ازاي نتعامل معاها الحتة دي مهمة وان كان الdate من الحاجات المهمة اصلا بحاجة اسمها target date والschedual date مهم جدا الفيزيس بتزيد او تنقص طبقا لايه بقى انت الاول انا الحقيقة يفضل المؤسسة عندك نعرف هي عندها system ولا ما عنداش system الاول لو عندها system اكيد بيبقى عندهم بعض المعرفة وكمان التيم عنده بعض التوقعات فبنعمل حاجة اسمها assessment readiness readiness assessment بعد كده بنخرج منها ب phases الفيزيس الاولانية تتعرف على system الجديد as it بنسميه as is زي ما هو كده ثم يبقى فيه data gathering التيم يعمل data gathering تاخدوا template تتعرفوا ازاي تعمل fill in template بتاعة assets والlocation والspear part والcriticality ونعمل job plan ونعمل feeding للsystem uploading نعمل حاجة اسمها fat test يعني field acceptance test ثم نعمل يعني فيه comments نصلح comments ونعمل set test كمان مرة وبعدين نعمل end user training ون deliver end user manual وبعدين بعد كده support ان شاء الله طبعا انا عاوز اقولك ان هو continuous يا جماعة c- 확인 , جدا continuous clear continuous improvement مهم جدا ما بتتخيلش ان هي است Bella OS وتنتهي لا ده لازم تبقى continuous improvement ويبقى فيه leadership موجود ويبقى فيه 성공 your strategy والحقيقة لو الحاجات دي فقدت في الغالب السystem مش هينجح السystem مش هينجح مهم جداً الاستراتيجي يكون موجودة واضحة وفيه leadership وفيه top management empowerment للمجموعة الموجودة الRIM matrix يعني انا الحقيقة مش عارف الابريفيشن متاع الRIM matrix ده لو انت تقول عليه تقصد ايه كان يقصد مثلا اسمها اللي هو الراسي matrix اللي هو responsible, acceptable وكذا اعتقد شوف كده انا لو تقول ليه الابريفيشن ده احاول اساعدك ان شاء الله طبعاً فيه security configuration وفيه حاجات طبعاً انا بقولها طيب المتاحة فيه على فكرة functional consultant فيه functional analyst دي موجودة جماعة وعلى فكرة دي موجودة على IBM ممكن فيه فيديوهب بتسمعها وتحضر نفسك وتقدر تاخد certification هي صعبة شوية لكن انت لو كنت انت ممارس على ماكسيمو اعتقد ان تقدر تحصل على certification بتاعت ماكسيمو ان شاء الله دي موجودة ودي جميلة جداً وهي موجودة على فكرة الاستعداد لها فيه جزء منه كبير جداً موجود على IBM site ان شاء الله بشوفها ان شاء الله انا ممكن احبط لكم اسم certification الفرق بين CMMS وال Enterprise Asset Management ولا KFK اللي هو الفاسيليتي مانيجمنت الحقيقة هو الفاسيليتي مانيجمنت متخصص بموضوع الحاجات اللي هي يعني البلدينج والفاسيليتيز والكده لكن فيه ناس بتاخد CMMS تطبقوا في الفاسيليتي مانيجمنت ماشي الكبي ايز الكبي ايز دي حقيقة حاجة مهمة وده المهندس محمد ابو ابو غانم ابو غنام هو بيسألنا عليها بيبقى الاولى بشكل مهندس محمد بنحدد الكبي ايز فيه كبي ايز ستندر زي ما اتكلمنا على مثلا ال backlog ازاي نحسب ال work order backlog او ال overdued work orders او نقدر نحسب مثلا ال planned versus actuals كل دي كبي ايز ستندر بنتفق على الكريتيريا بنعمل لها documentation ونعرف بس فيه احد مشاكل الكبي ايز ان دايما بتستخدم يعني ايه الناس بيعملولها بيخافوا منها فبيعملولها اه عارف انت اقول ايه اعرف بس اقول اه او تقدر تقول الناس بتحاول اه تطلع كي بي اي بشكل يعني اه كويس عشان المانجمينت وخلاص لكن الموضوع ده محتاج شوية توازن ومراقبة بمعنى الأول تعلن ما الهدف من الـ KPI وتعمله documentation ونحدد إيه هو الـ Accepted Levels ونعمل كمان Slice and Dice يعني بمعنى نحدد الهدف السنة دي مثلا خلال 2021 مثلا نحن ننبر أو فيليرز أو أو مثلا زي safety incidents مثلا مش عارف كم ساعة لكل مليون ساعة عمل أنصقهم فلازم تكون محددة documented announced والناس نشتغل عليه اللينك إديمه إن شاء الله هاشيارو طحيب بالنسبة لتكلفة الشراء الحقيقة تكلفة فيها جزئين جزء license مع IBM وجزء اللي هو implementation والconsultancy وده تبقى لكل شركة بيبقى فيه اختلافات الحقيقة كثيرة من شوال قليلة ما بين شركة الأخرى تبقى ل يعني مدى التخصصية مدى إنت يعني تبقى كمان لعدد ساعات العمل أنا بفضل لك يعني يكون عندك أكتر من subcontractor يعني أكتر من sublier تقارن بينهم يكون ناس عندها خبرة حقيقية في implementation حاول تعمل assessment للنبر of hours المطلوبة كconsultancy وتحدد scope for اللي عليك what's in scope and what's out of scope يعني بمعنى data gathering على مين أوكي مهم أول السؤال ده على فكرة السؤال ده مهم جدا 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 بس عشان أقوله عشان أكون فير معك لو أنت لخط data gathering ضروري كمان تاخد training على how to make successful data gathering على فكرة وتحدي كبير وللأسف أحيانا كثير من المشاريع بتتعطل في هذه النقطة كمان نقطة مهمة جدا إيه elements اللي إحنا لابد نقول إن دي مش هنقدر يعني what is the minimum requirement عشان نعمل successful implementation هقول لك هقولها لك بسريع يعني ياريت تحفظوهم أنا عاوزين asset والequipment list الequipment والlocation list يكونوا يعني معمولين بشكل high quality وياريت تعملوا criticality ما تسيبوهاش وتحدد وتطلع للعشرين في المية نحن فاكرين عشرين ثمانين قلنا عشرين في المية من equipment critical اعمل لهم bill of material لأن معظم الناس ما بتعملش ال spare part عشان هي دايما مكلفة بتاخد وقت في بيتها جهلها لا اللي هي equipment critical اعمل لها bill of material ثم حدد حاجة اسمها craft الكرافت دي يا جماعة اللي هي الميهن اللي انت بتشتغل عليها وحدد labor classified labor اللي عندك لو انت عندك عمالة داخلية عاوزين نعرف عاوزين نعرف دائما بتاع العمالة وتصنيفاتها يعني بمعنى السكيلز بتاعتهم الحتة دي مهمة جدا وكثير من الناس بتتجاهلها ومع انها نقطة مهمة جدا في نجاح عملية ادارة السيانة فهيبقى عندنا equipment ولكيشن و item master اللي هو خارج برضو من criticality study و الكرافت وثم موضوع preventive maintenance احمد عثمان بيقول لي ايه الفرق بين emergency maintenance و creative maintenance الemergency maintenance بيقولها كده fix zin report يعني عندك حاجة emergency ما قدرش اقول لك روح يعملها reporting على السيستم الاول يعني مثلا فيه leakage leakage لجاز مثلا او فيه وقف الانتاج في الحالة دي غالبا كلنا بنسيب اللي في ادينا وروح نعمل الشغلة دي فدي بنسميها emergency maintenance اللي هي ممكن تعرفها ببساطة اللي حصل عنها ناتج توقف انتاج يعني التوقف انتاج او safety incident لقدر الله او environmental impact غالبا ده هيكون يعني لو يمكن تحمل ده بنسميه emergency اما corrective فيه symptom of failures يعني فيه عرض يدل على ان failure هيحصل زي ارتفاع حرارة او ضغوط مشكلة او retirement او retightening كل ده corrective maintenance corrective action مطلوبة عشان تrestore the equipment to standard situation او تكيب it working for longer time او need focus كل ده بنسميه corrective maintenance سؤال تاني طيب تمام لا maximum مافيش فيه KPIs الحقيقة انت هو بيديك الفرصة الجميلة ان انت تقدر تعمل KPIs كويس يعني عشان نعرف مثلا نعمل backlog وبالمناسبة انا من من خبراتي الناس بتعمل backlog بaccount count of work orders هسألك سؤال لو سمحت او كل work orders زي بعضها مافيه work order ممكن محتاج 30 ساعة عمل وفور محتاج 5 ساعات عمل هنحط زي ده لا فيه يفضل backlog يتعمل بالنumber of man hours required الbacklog يعني انت محتاج كم ساعة عمل عشان تخلص الbacklog اللي عندك والحطة دي يعني دائما بفيه misleading information موجود الKBI جماعة طبق مهم ارجع لCMRP الstandard document اللي هو Certified and Reliability Professional عن منزل الKBI standards يريد تحاول تحصل عليها من اي زميل الفيلير mode effect critical analysis طبعا ده اعلى شوية منها وفيك كمان الناس بيتكلم عن detectability ان شاء الله اه انا كده تجوزت الوقت سؤال هل مازال عندكم يعني اجاوب على اسئلة ولا محتاجين يعني ما رأيكم انا شايف فيه لسه message كتير maximum الموجود 7.6 احدى حاجة اللي انا شفته ده 7.6 7.6 اوكي طيب سؤال ما الاستفادة من المكسيمو في اوامر العمل ما مدى الاستفادة من المكسيمو في اوامر العمل من الناحية التعقدية والاستخدام المكسيمو في الان 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 الناحية التعقدية بمعنى يسلل اني بي حاجة اسمها service provider انا انا معرفش انت تقص ده ولا تقص ان انت تتعاقد مع سب contractor ان هما يدوك شغل ب long term يعني مثلا بيورد عمالة او مثلا ايه تاني من ضمن التعاقدات المشهورة ال spare part بس فيه كزا نوع من ال spare part في حاجة اسمها consignment وفيه حاجة اسمها blanket blanket يعني ايه انا برد لك spare part على طول السنة بسعر سابت يعني سعر سابت يعني المهم يعني فيه اكثر من نوع من انواع التعاقد في sub contractors فيه نوع تاني service provider بمعنى انت بتبيع خدمة لأكتر من السعر عليه انا معرفش لكن الاشهر والنوع اللي انا شرح في الاولاني الwhatsapp contractor بصوا يا جماعة الماكسيمو هو اقدم system في الاسيت management الساب is complete ERB في financial system وفي production management وفي يعني كل يعني هو solution كامل يا جماعة solution ERB كامل ماكسيمو متخصص في الاسيت management في الـ مديول زي اللي انا شرحتها النهاردة طيب تقول لي ايهما افضل السؤال ده على فكرة والسؤال ما ينفعش straight forward اجابة عليه اللي ان انت الورجنزيشن بتاعتك محتاج assessment الورجنزيشن بتاعتك عشان نشوف ايهما اولى انسب لك وان كان في احد مشاكل اللي انا اقدر اقولك عليها معظم الناس اللي بتعمل ERB ما بيعملوش asset management كويس ليه بيبدأوا ال ERB منين دايما الامبليمتشن بتاع ال ERB بتبدأ منين تبدأ financial وaccounting ومش عارف whatever is مع بالما يوصل للasset management بيخليوه في اخر cycle يكون الفلوس خلصت والناس تعبت ويقول لك يعمل ده اي حاجة فالasset management معيني مهلي انا لو انا يعني او المالية طبعا مهمة مفيش مشكلة او ال accounting مهم بس مين اللي بيعمل لي فلوس لو انت عندك مصنع حديد وصلب مين اللي بيعمل لك فلوس المكان ده يعني ال business بتاعنا why we are exist عشان equipment دي فانت equipment health it's a very important فلازم تهتم بالasset management عشان تميك successful successful ايه business عشان تعمل profitable business لان احنا فيه competition عالية يعني فيه competition ما بين لو احنا في مجال مثلا حديد والصلب هو ايه الفريق بين x و y هو cost of element يعني تكلفة انتاج الوحدة والهدر الموجود وتحقيق خطة الانتاج in safe condition كل ايه دي متطلبات بتحيط بعملية ال asset management التخطيط مهم جدا 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 في نجاح ال asset management واعداد ال data مهم جدا في اعداد ال asset management ايه تاني stock code for spare part اه المهندس this is s m a i n e بيقول لي هي فيه اي طريقة ان انت تcreate stock code الحقيقة الكودينج في spare part من خبرتي وده محتاجة من نقشة يفضل تسيب auto number المال هتعمل ايه بنعمل حاجة اسمها classification بنعمل ايه بنعرف attributes attributes يعني ايه انا عاوز اجيب motor او عاوز اجيب gearbox او عاوز تجيب transformer اسألك تقول اقولك ايه المواصفات بتاعة transformer مثلا تقولي مثلا يعني الجهد اللي هو كم كيلو فولت مش عارف امبير تشوف مثلا current بتاعه وتشوف اللي هو المهم دي الparameters المطور مثلا بتحدد الpower بتاعته بتحدد المواصفة ومنسمى creation بتاعة description طبقا ل input بتاعة attribute ده الافضل باحسن من الكود الكود في ال spare part لان احد مشاكل الكود ان دائما بيحصل duplication وبعد شوية تتلاقي نفس الitem موجود على اكتر من كود في بيعمل لك مشكلة ما بتقدرش يتغير الكود بعد ما بتعمل له creation بانكنج بانكنج اندكس of maintenance expenditure the same as work order priority as you explained now ومن ساعيد بيسألني بيقول لي الاندكس بتاع المنتنس expenditure المصاريف يعني تبقى للpriority مش شرط على فكرة في work order منكن يكون high priority مش صرف كتير لا هي الحتة هنا دي محتاجة شوية هي بيبقى فيها cost analysis وفي الغالب هنحتاج حينا حاجة اسمها business intelligence عشان نعمل cost analysis الحتة دي يعني مش straightforward ومحتاجة شوية تقارير تتعمل عشان تتحاد تهندل المضوع index of maintenance expenditure مش لازم مش مرتبطة او بالpriority بالwork order مش شرط العشان الثمانين criticality اجريا بيشفون صح متوزي وال skills وال bm الله ينور عليك هو حط الكاتب وراي skills بتاع scraft يعني ماشي وال preventive maintenance ماشي اي تاني جودت على السؤال بتاع الفرق بين السبب وال maximum what is the criteria to build a spare part for an equipment يا جماعة ابدأوا بالcritical equipment ابدأوا بالcritical equipment الاول اعمل criticality analysis وابدأ امسك critical equipment اتطلع ال spare part بتاعيها الاول وعشان انا عارف ما فيش حدش بيخلص ال spare part والمشاريع بتوقف وتتعطل وانت كل ما تتعطل كل ما المعد يحصل لها تقادم aging ويتغير situation حتى لو عملت maintenance plan بتتغير لاني انت انت عامل منت تنسي ب frequency لو aging حصل على فكرة احنا لازم بعد كده نعمل حاجة بm optimization انت ما بتعمل بm خلاص يعني انت قلت دي تتعمل كل شهر جيت تنفذها اتليت الشهر ده شوية بتقلل frequency تبدأ كتير بنزود frequency لان bm optimization مهم جدا عشان نوفر الموارد ما في حدش بيبدأ بمية في المية بس ابدأ بhigh quality critical equipment ارجو الحتة دي يكون واضحة يريد تجاوب عن نحية التعاقدية النحية التعاقدية بشوان سعد انا انا معاك انا موجود معاك حتى لو عاوز تبقى offline معايا انا تحت امر حضرتك انا مش اقدر ادي يعني الحتة دي انا اقدر اقول لك ايه elements of cost انا قلت لحضرتك اللايسنس ودي لازم الorganization بتاعتك حجم هل يطار هتقدر انت توفر data gathering ولا هتعاوز الشركة تعملك data gathering كمان دي كل اسئلة لازم نجاوب عليها بشوان ساعد عشان نعرف نعمل الموضوع التعاقد اللي انا احب اشير اليه ان التعاقد يكون واضح والscope وفورك يكون واضح ودائما اسرع يعني اسرع بعملية الimplementation عشان ما تخسرش وقت خسارة الوقت هو خسارة لكل الناس الموجودة وللموارد الموجودة اهضار للموارد الموجودة بيتكلم واحد زميل بيتكلم اسرع alarm function اللي هو بيسميه condition monitoring المواندس طاهر جلال ايو بشواندس طاهر ده اسمه alarm function فعلا condition monitoring من حد المجر points يعني ايه انت مثلا هتاخد الحرارات على المحول كم نقطة هتقيس الحرارة فيها ولا يكن تلات نقطة بتقيس الحرارة وتحدد الـ lower accepted limit والlower accepted limit وتعمل تاخد الـ reading على فكرة لو عندك اي control system بياخد الـ reading ويعملها feeding للسystem هتبقى ماذا مدامة ان الـ reading within the accepted limits السystem مش هيبه فيه اي action لما reading تبقى برا عشان يقول لك في abnormal situation abnormal condition please take the action according to the plan المهندس بيقول لي حد بيقول لي تمام overdue work orders يعني بشمانس طاهر بيسأل على overdue work orders الoverdue بشمانس طاهر احنا ما نيجي نعمل تخطيط صيانة نعمل جدوالة الصيانة خلي بالك في فرق بين التخطيط والجدوالة الplanning هو التخطيط الskeduling هو الجدوالة اما نيجي نعمل جدوالة بنقول ان احنا مثلا schedule start مثلا يعني يوم الموافق مثلا 4 يناير جينا 4 يناير ما عرفناش ننفذ لأي سبب المعدة مش available الsubcontractor ما جاش او المaterial ما جاش ده overdue هيبقى overdue خلاص خلاص فيبقى هيبقى المعدة هيحصل لها degradation يعني المعدة هتتأثر لان هي مدام في work order يبقى فيه احتياج لصيانة ما تعملتش الصيانة وزي ما يكون واحد عفاكم الله محتاج اسطرة في القلب والدكتور اللي هيعمل اسطرة مجاش والاسطرة دي ضرورية اليد اسطرة اللي قدر الله بيعملوها في اول 6 ساعات كل ما يتأخر كل ما صحة القلب بتاع الرجل ده هيتأثر ربنا يعافي الجميع فهكذا اللي اذا اتأخرت الصيانة هتأثر عن المعدة فلذلك فيه دائما الoverdure orders من الحاجات المشهورة المشهورة اللي احنا بنقسم موضوع مهم لما يكون عمل الصيانة على المقاول يقول لنا ناحية التعاقدية غالبا بشواند الساعد انت كده هتقول للمقاول يعمل السيستم كمان ده اعطاقك ده الاشهر في الخليج انه يقول المقاول هت يعني يدي له تعاقد تعمل الصيانة وهو يجيب العمالة معرفش بقى قطعة غير عالمين هنسألك السؤال ده قطعة غير عالمين سؤال مهم قوي اذا كانت included ولا مش included وطرق الستراتيجيك اللي هي بسموها اللي هي الحاجات اللي هي الcapital يعني investment يعني عالمين يا طرق تحسب المقاول باي شكل حالة هتحسبه كperformance KPIs بمعنى ايه انت عندك خطة انتاج يتم تحقيقها مدام يحقق خطة الانتاج و equipment availability and are happy بس في حاجة اسمها equipment health ما تنسهاش لان ده ايما المقاول بيأثر في equipment health لان المهم الحتة دي يا جماعة الحتة دي باشواند الساعد محتاجة برضو الحقيقة محتاجة اذا ما قلتش عملت العقد بتعمل study كويس عشان التعاقد مهم جدا لان في الاخر احنا بنسلم equipment بنسلم equipment ان افترض ان الساعد ده brand new يعني لسه جديد خالص الديته للمقاول بتعاقد لمدة خمس سنين لازم اعمل حاجة اسمها asset condition قبل التسليم ويمضع عليه واما جهة استلم بasic condition عشان استلم يعني لازم يبقى عارف المقاول ان هايسلم المعدة في اخر المدة التعاقد to the same condition هو bring back to condition وإلا تأكد ان بعد خمس ستين مش هتتلاقي equipment حتى لو عندك same miss system ولو سيبت same miss system للمقاول مش هيشغله هيخليه فاضي فيفضل يكون لك الابرهند في same miss system يعني انا بفضل خليه يعمل هو data gathering المقاول خلاص يا فيش مشكلة بس انت اللي تبقى ال ايه ال اونر بتاع the same miss system خليه يدفع بس برضو تكون لك انت user كاونر معايا ماشي ارجو بشوان ساعد ويريت بشوان ساعد لو حبيت متواصل مع بعض بتاحت امرك maximo or m4 m3 على فكرة m4 من برضو من الحاجات الجميلة بشوان ساحمة فوزي الم4 من الحاجات الجميلة الحقيقة وماكسيمو على فكرة بالمناسبة يبدو ان هما يعني انا الحقيقة اطلعت على m4 لا جيد وان كان هو مش مشهور طيب والادارة في مدة وقت محضرة اللي انها مفيدة طب جزاكم الله خيرا المنس حسين طيب الاسد ونربطه مع الساب كونتراكتور هل نستطيع تعريف المنس أمجد بيقول لي ايه هل نعمل الاسد ونعرفه مع الساب كونتراكتور هبنعمل حاجة بش منس بنعمل حاجة اسمها بنعمل من ايه هو انت هتوزع الاسد مش الاسد كلها هتديها الساب كونتراكتور واحد ولا هتعمل ايه السؤال ده يعني بالنسبة لي بش منتراكتور امجد ده زي المنس امجد يعني ده يعني ده يعني ده يعني بنعتبر بنسمي ايه لازم اتناقش معاك هل هو ساب كونتراكتور واحد واخد كل حاجة ولا انت مقسم لسكوب وفورك يعني مثلا مش عارف الحقيقة فدي عاوز امحتاج عشان نبقى انه نقدر اجيب اجاوب صح احمد فاوزن بيقول لي تاني مكسيم ورون فور الرينتل بيزنس هيفي اكويبمنت ماشينز الرينتل الرينتل ده ترى لون ولا ولا شورت تيم يعني بمعنى ايه تبقى للشوت داونز والترن ارونز بتعمل رنتل ولا انت رنتل لونج تير يعني بمعنى انت مأجر مثلا كرين بيقعد معاك طول السنة فده بنسميه ريليز او رنتل او اف اكويبمنت ده عاو تعاقد طويل لاجل اما زي كان حاجات محددة لسكوب وفورك بيبقى غالبا بقى بنحسب الريت بالنمبر اوف ديز او النمبر اوف اورز ونشوفه ونحطه ونسجله على الوركوردر محتاجة باش مانسا احما توزي تفصيل اكتر بلانكت مهند السعيد محمد البلانكت انا بقىعمل ايه يا جماعة احيانا بعد الموردين بس بقاش مشهور قوي بس كان موجود زمان عشان يضمن ان انت تاخد منه حجم عمل لفترة طويلة يعني بمعنى ايه يقول لي ايه انت انا عاوزك تاخد مني قطع غيار السنة دي مليون جنيه او مليون ريال او خمسة مليون ريال لو عملت التعاقد ده هديك تقفيد اخر السنة عشرين في المية او عشر في المية بلاش عشرين دي باش هدي يعمل كلام فلو الكلام ده ده اسمه بلانكت بقى بلانكت اوردرز بي او بنحدد القيمة بتاعته العزن ويبقى فيه عندنا بنود متفق عليها في التعاقد وبأسعار ثابتة بأسعار يعني وممكن تبقى fixed price او ممكن fixed price فطول ما احنا بنعمل بي او ده بيسهل عملية المشتريات على الفكرة بيقل الوقت للسابليتشين او يعني طبعا بيقى المفروض لازم يبقى فيه بقى ايه terms and conditions يعني بمعنى افترض الرجل انت اعتمدت عليه وموفرش لك الحاجة يبقى فيه penalty and so on طيب اما الconsignment انت بقى الconsignment ده بيعمل ايه بيحطه لك بضعه عندك على سبيل الامانة او عنده حتى على سبيل الامانة بمعنى ايه هي موجودة في الموقع بتاعك وما تدفعش فلوسة الا ما تستهلكها هو ده عمله حديثا بس مش مشهور يعني بضعه على سبيل الامانة طيب في نهاية المدة لو ما استهلكتهاش المفروض ارجعها للمورد تاني ويخد الحتة دي مهمة ماشي مش شكرين جدا بشمانس احمد عقبة يعطيك يا الله يا بشمانس اه محمد اه ابو رايا تمام في سؤال بيقول ايه ر اي ام ابريفيشن از رانكينج اندكس اف منتنا فور منتنا سكسب اندتشار ويتش بريوترائز ورقوردر الساينتو اسيد كريتيكالي والله يا بشمانس انا محتاج اشوفها بشمانس سعيد خليني ارجع اشوف الرانكينج ده اشوف اه يعني الحية اشوفها ادريل داون احمد توزي انا قلتها دا بشمانس احمد اوكي اوضحن بشمانس احمد مهندس تمام 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 ادريل داون متر بيزد اه ما انا قلتها دا بشمانس بيقولتها بشمانس احمد توزي طيب السؤال بيقول ايه خارج موضوع الوبينار لو جاو لو جا حب اخد شهادة الوقع السباب والبي ام اي ايه الافضل بص يا بشمانس راشد انت لازم انا اعرف انت شغالي يا بشمانس راشد بشمانس راشد بشمانس راشد الغالي لاني دا يفضل لو انت بتكلم بزنس بص يا جماعة في حاجة اسمها certification والتانية مش فاكر البي بي ايه دا ايه بس انا اخي اخد السباب الحقيقة انا كنت محظوظ خطام حد كان شاطر وفرعت معايا بس انا عشان انا بشتغل في الامبليمنتيشن فرعت معايا قوي فلو انت بشمانس راشد نحب يعني نتوصل خاص نشوف يعني عشان نشوف انت تشغال ايه وده هيفرق معاك رشيد ماشي شكرا بشمانس ساعد نعم بشمانس ماشي لا يعني ما يقارنش بي بيجي متأخر خالص في الاسيت منيجمنت في الاسيت منيجمنت على وجه التحديد ما سامحني يعني انتو منيجب أن نضir منيجب أن نضح حالك نعم اوه طبعا نعم انتو خالد الشرط بيقول لي مش ادد بقى بنسميه ايه configuration ماكسمو يا جماعة احد اهم ومايزاته انوها configurations وده حتة مهمة قوي لاني دايماً ال business needs بتتغير والاسيت مانيجمنت بيحصلها Aging فبيحصل لها مرتمة وعملية المتوريتي كل الكلام ده موجود عندكم فده لازم السيستيم يكون configurable easy to configure according to the business needs واللي هنبدأ بيه النهاردة بكرة فلذلك السبورت مهم قوي بعد السؤال خالد بشكرك علي رئيس فعلا لازم السيستيم يكون configurable وده احد اهم ميزات ماكسيمو الفسائلت من مانجمين طيب الورك في شغل سينات المعددات هل يجب ربط عدد الساعات بالأردر بالمنصح متلوز هل يجب ربط عدد الساعات بالأردر لا الاول بشمانسح متلوز انا بعمل بشتغل ازاي بشمانسح متلوز انا بعمل اول planning بعمل estimation number of hours تبقى ليه الشغل المطلوب وبعد كده بنعمل ال actuals ونقارن ال planned versus actuals طب هل يجب ربط عدد الساعات بالأردر ليه انا مش عارف هو في النهاية لو حتكت عدد الساعات اكتر هتعملها بس في النهاية احنا عاوزين نعمل estimation صحيح مانسح متلوز المحاضرات ده يسعدني على cms10 لو انا اخدت كورس كامل في المصنع بنفسي ولا الماشينز ان اقدر اعمل برنامج سيانة لكورس غير كافي ان اوصل للمحالة دي طيب شون صح متلوز انت ايه يعني تعمله بنفسك يعني تعمل برنامج سيانة بنفسك يعني تعمله design يعني تعمل يعني وانت في الاخر هتحتاج هد يعمل لك installation ويعمل لك ويساعدك في لكن انت لازم تكون عارف هتعمل ايه انت ايه احتياجاتك كل ما يكون احتياجات واضحة كل ما يتعرف تعمل نجحة باقل وقت واقل مجهود واقل تكلفة يا بشوانس احمد والكلام للزملاء جميعا ليه الاسيتمانجمنت بيفشل ليه الاسيتمانجمنت مش ناجح انا معاكم اللينكت ان بتاعي موجود واستطيع ان اقولك ان عدد كبير جدا من الimplementation بيفشل والسبب حاجتين الحقيقة انا هحمله الاول على الكمباني اللي بتعمل الimplementation بتجيب ناس غير متخصصة النقطة التانية بيبقى يعني شوية كير اباوت ان هو ايه يخلص المشروع باي شكل لا بيكلمك على اولويات ولا بيكلمك على تحديات ولا بيكلمك على الpriority ولا بيكون عنده الاسيتمانجمنت كونسبت فلذلك انت لما بتاخد كورس على ال-CMMS بيبقى عندك الامور واضحة فبتقدر تعمل challenge للimplementer للcompany اللي بتعملك implementation بتبقى بتقدر تدفاين النيدز بتقدر تدفاين معا scope of work باش منس حتة دي باش منس احمل الجلال ارجو ان يكون واضحة وعشان تقدر تعمل successful implementation و keep your money يعني فيه حاجة اسمها value added يا جماعة كل الناس بتشتكي بتعمل CMMS يقول لك انا مش عارف حين ايه اللي استفادنا من CMMS مهمني ماشي how to make criticality analysis باش منس حسن الجزيري الجزيري ال 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 الكوب منت criticality باش منس حسن طبعا كل شيخ ولوه طريقة في الحتة دي ولكن مبدئيا احنا بنسأل اسئلة المحددة اللي انا قلتوهم التلاتة دول ممكن تضيف عليهم ممكن تضيف عليهم اللي هما ايه يا باش منس اللي هي لو فيه production loss يعني يعني اذا حصل الاول failure الاول بتحدد الفنكشن بتاع equipment يعني ايه الفنكشن انا بتكلم في motor او fan مثلا هي اللي مشغالة الprocess كلها او compressor او اي حاجة لو حصل لها failure هيحصل failure للproduction line يبقى دي critical خلاص لو حاجة حصل failure يحصل safety incident يعني مثلا عندك بعض sensors بتاعت safety safety يا جماعة safety equipment حاجة اسمها safety equipment زي ايه انا اقول لك انا عارف انت السنسورز بتاعة pressures والسنسورز بتاعة الحرارات والسنسورز انت لو فيه sensor pressure مش شغال او leveling مش شغال هو بيشتغل امتو اصلا احد مشاكل الحاجات السفتي ان احنا بالمعرفش نعملها testing لازم نعمل يعني توقف لمعدة عشان نعمل لها testing بشكل معين انتو خبراء في الكلام ده الناس خبراء في الكلام ده الوطول automation الاكوبمنت دي يعني اللي هي safety هي هي critical اوكي الاكوبمنت اللي ممكن تعمل environmental impact في فلاتر وقفت فيحصل dust emission او يحصل gas emission critical دي ال input parameters ممكن تضيف عليهم لو فيه اي حاجة تانية بتدي rank يعني value مثلا من واحد لعشرة وانت كمان مفروض بتشوف حاجة اسمها البيلياب ده can we detect it هل في السمتوم اللي بيسموه حاجة اسمها failure اللي هو الفيلير 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 يعني بيحصل الفيلير ما بيحصلش مرة واحدة بيبقى فيه time من اول ما يظهر العرض لحد ما يحصل complete failure ال time ده او الفي الفي كير ما نصح ما بقول الفي الله يبارك الفي كير الفي الفي يعني من اول ما يحصل العرض لحد ما يحصل complete failure الفترة دية يا ترى هي اسبوعين يعني مثلا فيه vibration بتاع ال bearing طبعا ممكن يكون فيه miss alignment ممكن يكون فيه retightening او ايا كان بس بس افترض بقى ان حصل فيه مشكلة في bearing نفسه يا ترى البيليا دية تقدر تشغل اسبوعين او شهر ده فترة كافية ممكن احنا منعمل تخطيط للصيانة وندخلها صيانة فيه نوع تاني من الفيرير بيصل صند within one hour within 30 دقيقة لا يبدأ critical اوكي فcriticality البيه في interval فالcriticality بتتوقف على الـ وتعمل رانكين بتدي من واحد لعشر كل حاجة وبعدين تضربهم في بعض لهم عشرة 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 بألف فبناخد اعلى عشرين equipment رانكد اعلى عشرين في المية او خمست واشر خليهم خمست اعشر بألف عشرين وديهم high critical equipment الله ينور عليك بش من نستهر واضح نستهر مخلص ستين ماربيه تمام بش من سعيد ارجو نكون جوابت يا جماعة على الكلام ده انا مازلت بش كوركم ارجو ان انا كون قدرت اضيف حاجة لكم ماشي how can we find السؤال اشكركم جميعا انا بشكر كل الزمل اشكر كم اشكر كم لو في انا ما زلت معكم ان شاء الله لو احتاجتم اي اسئلة متحت امركم ونشكر كم جدا على اليوم ده شكرا السلام عليكم